لأن السامري لما شاف هناك أقدام تمشي حد النبي موسى وأخذ منها من أثر ذلك القدم وخلق منها خلق وهذا الخلق كان طاغوتي هذا الخلق الطاغوتي نفسه من طاقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكيف الله عز وجل خلق من هذا الخلق من إبليس لأن تلكم إبليس تشعب طاقة ولا إله شوفوا اسمه اسم إبليس إبل ياسين شفتوا يعني لازال في إبليس كلمة ياسين لأنه لما يعطى الشيطان أو لما يعطى إبليس هذه التحكم في الأرض يجب أن تكون هذه الطاقة تشعب من قدرة من موضوع القدرة حتى لو كان إبليس عدو لله عز وجل فهمتوا كيف؟ لما تحدث إبليس مع الله عز وجل عن طريق الحاجب اللي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحدث معه بأدب وقال له يا رب صلتني عليهم لأنه هؤلاء القوم هن اللي أخرجوني من كذا فالله عز وجل قبل هذه الدعوة وجعل بالمقابل ياسين الحقيق اللي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى لإبليس بعض المقدرة مقدرة ياسين في وجود الإنسان على الأرض يا أخوات هذه معلومات مهمة جدا هذه التتويج قلت لكم هذه المحاضرة التتويج لأ محاضرات مهمة كثير من قبل وكل معلومة عم بقلكون يا هلأ إلها دلالات من محاضرات سابقة يعني معلومة إبل ياسين عملت لها محاضرة ساعة ونص مع دل القرآني وكذا وكذا يوجد فرق بين الإبل بين الناقة في القرآن الكريم ناقة الله وسقيها بين إبل فهمت عليه كيف كيف الله عز وجل وكيف التي ركبت الإبل تبهوا يجب يعني كلها تترتبطوا ببعض هالبعض ليش الطاقة الأنسوية تبهوا يا أخوات الأخوات هاي النون معلومة مع موسى عليه السلام زوجته شقيراء زوجته اسمها شقيراء موسى عليه السلام قامت بحرب ضد الوصي وصي موسى عليه السلام الذي هو يوشع بالنون على نفس الطاقة الريزامبلنس اللي عم بتحدث عنها اللي هي أثرت من البداية الحميراء اللي هي زوجته زوجه رسول الله بعد أكيد ما طلقها الإمام عليه ما صارت زوج صارت ركبت هذه الناقة لقبت ركبت هذا الإبل فسمي إبليس لأنه الطاقة الأنسوية الحقيرة فهمت عليه كيف لأنه في هناك طاقة أمامها الطاقة الأنسوية الطاهرة اللي خلقت كل شيء من نورها اللي هي فاطمة الزهراء السلام الله عليها كان يجب أن يقف أمامها هذه الطاقة الأنسوية الحقيرة عشان هيك من الناحي المعنوي والباطني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلها ترتبط به لا لأنه ترتبط به حجة على أبويها هنا الأول والثاني لا لأنه كانوا يغارون من فاطمة لأنه رفضوا لما تزوجوا به لما أرادوا الزواج بها لجب أن نفهم أيها الأخوة الأبعاد السياسية العادية والأبعاد المعنوية أتلكم هذه المحاضرة محاضرة معنوية بالكامل تقريبا بس يجب أن نفهمها مع بعضها البعض فالله عز وجل سمى إبليس بإبل ياسين كما كانت هذه الطاقة الأنثوية زوجة رسول الله زوجة رسول الله انتبهوا هذه المعلومات المعلومات مهمة أيها الأخوة الأخوة إذا فهمناها نحن نستطيع كسر الطاقة الشيطانية الأنثوية الطاقة الشيطانية الأنثوية بدأت منها التي ركبت الإبل والله عز وجل سمى إبليس بإبل ياسين وكانت هي زوجة ياسين فهمت عليك كيف؟ وكانت تحمل الشر كله وكانت الطاقة الأنثوية الشريرة التي نشأت منها جعدة من الأشعس قاتلة الإمامي الحسن وبعد منا رجعت قاتلة في عنا بابنة هارون وبعد منا كل واحدة أرادت قتل أهل البيت صلى الله عليه لأنه هذه من طاقة الصدى الطاقوي الخلقي اللي هو اللي يجب أن نلتفت إليه لأنه هذا الصدى الطاقوي الخلقي موجود في القرآن الكريم هذا من أحد أوجه القرآن الكريم اللي احنا بعدنا عنه بشدة أيها الأخوة والأخوات ويجب أن نفهمه ويجب أن ننظر إليه لأنه يشاعب كل شيء ويفهمنا كل شيء وفهمنا كل الحقائق لاش هذه كانت موجودة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله عز وجل جعل إبليس من اسم ياسين إبل ياسين فهمتوا كيف؟ بنفس الوقت ياسين هو سر الوجود واسم ياسين موجوده في الحسن في الحسين عليه السلام فهمتوا عليه كيف؟ يجب أن نفهم تمايز الشر وتمايز الخير لأن الله عز وجل عندما جعل إبليس على الأرض عدوا له الله عز وجل أنزل ألنا أهل البيت لحتى يقودوننا ويعلموننا كيف نحارب النفس الأموارة بالسوء وكيف نحاول نحارب إبليس ترجمة نانسي قنقر